اهلا بكم الى موجز لأهم العباء قال رئيس مجلس النواب عقيل صالح انه يجب اجراء الانتخابات في ليبيا حتى اذا تم رفض مصودة الدستور من قبل الشعب واضاف عقيل صالح في تصريح لوكالة رويرتورز بان مجلس النواب يسعى للحصول على دستور ممني على التوافق وهذا يتطلب وقتا طويلان كما لفت بانهم يريدون سلطة تنفيذية في ليبيا ولا يوجد خيار الا انتخاب رئيس مؤقت تم رفض الدستور من قبل الاستفتاء الشعبي اكد رئيس البعثة الاممية للدعم في ليبيا سلام وجوب ان تدعو الجرامعة العربية كل الدول الى اي مؤتمر تعقده ان تحسن الدول المضيفة وفدت المدوين سلامه في تصريح لوكالة الانباء الليبية عقبت شماعه بوزير الخارجية بالحكومة محمد سيالا اعرب عن اسفه لقرار ليبيا بعدم المشاركة في القمة الاقتصادية وتفهمه لهذا القرار معتبرا انه من حق اللبنانيين ان يعرفوا تماما مصير موسى الصدر حسب تعبيره قال مصرف ليبيا المركزين العجزة الكل لترتبات المالية في عام 2018 بلغ 4 مليارات و600 مليون دينار فيما بلغ العجز 10 مليارات و600 مليون دينار عام 2017 المركزي وفي بينينين منفصلين ذكر ان ارادات فرض الرسوم على النقد الاجنبي 13 مليارات و200 مليون دينار مشيرا الى ان اجمالي المصرفات من النقد الاجنبي لكافة الاغراض بلغت 19 مليارا و100 مليون دينار اعتمدت وزارة والحج بالمملكة العربية الصعودية حصة حجاج ليبيا لهذا العام بواقع 7800 حاجة جاء ذلك في اجتماع ضم عضو المجلس الاسي المقترح احمد حمزة ورئيس مكتب حجاج ليبيا ورئيس الهيئات العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية اضافة للقنصل الليبي العام بجدة مع الجانب السعودية برئاسة وزير الحج والعمرة اتصال حبنت قتام الموجز للقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة